بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله أرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجنا حوار وإطار وقلنا في الحلقة السابقة أن معنا ضيف مميز وضخم وكمية خبرة كبيرة ما شاء الله في مجال عمله إلى أنت قاعد مدير إدارة التسجيل في وزارة العدل الأستاذ المحامي جاسم الفودري حياك الله يا أبو محمد الله يحييك بعمر لازمنا أبو محمد في سلسلة يعني خنقول التسجيل العقاري اليوم ما في واحد يتابعنا من الآباء من الأجداد من الأمهات إلا عنده تساؤل عنده مشكلة يمكن عنده قضية حتى التجارة الله يبارك لهم في حلالهم هاجزهم شلون هالعقارات تروح حق عيالي شلون أحفظ حق عيالي بنتي المريضة المعاقة بنتي الأعزبة تدري يعني هواجسنا إحنا وهواجيسنا بالكويت تدور وتحوم حول العيال ومستقبل العيال وإحنا بخير وبديرة خير لله الحمد لذلك أشكرك مرة ثاني على تلبية الدعوة وإتاحة هالفرصة الجميلة ناخذ كمية معلومات عندك بمحمد ودي تكلمني عن أول نوع من أنواع البيوع إذا حبيت أو أي نوع من أنواع البيوع اللي موجود عندكم بإدارتكم سابقا وإنت كنت مدير إدارة والكويت كلها عندك المحافظات كلها المصب عندك في العاصمة ودي أتنور كل من يتابعنا اليوم عن أي نوع من أنواع البيوع اللي تحبه سواء الهبا ولا البيع العادي ولا التخارج أي أو بعدين رح نروح حق جزئيات وراح نروح حق يعني على قولتك فتحات كثيرة بالقانون نتكلم عنها الوكالة العقارية التخارج التزوير الناصب وغيرها من الأمور اللي كل اللي تابعنا اليوم حريص أن يعرفها بتفاصيلها وأنا تعمت أبي كنت تتكلم أكثر مني اليوم تفضل بمحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عشر وخلق الله بعمر أول شيء شكر موصول لك الله يحب للأمانة أنا اليوم موجود في مكان المفروض أن أنا لازم أنوه وبين جميع المشاكل وجميع ما يحتاج المواطن سواء كان الكويتي أو حتى الخليجة أو حتى اللي لا علاقة في العقار سواء كان فرد أو تاجر هذا موضوع اجتماعي جدا كبير يعني نحن نتكلم عن موضوع عقارات وسكن وبيوت نحن نتكلم عن موضوع زوج وزوجة نتكلم عن موضوع تاجر نتكلم عن موضوع شخص وافد يبي يأتي لكويت يبي يشتغل يبي يحط فلوسه يبي يحط فلوسه فهذه الفئات كلها كلها لها علاقة واهتمام بهذا الموضوع هذا طبعا بعمر سنتكلم في البداية على موضوع البيع والشراء اللي هو البيع الدارج حاليا العادي أنا بعتبيتي لك وانت شريته سجلناه عند الدلال نعم وانتقلنا إلى إدارتكم للتوثيق نعم طبعا البيع والشراء هذا يحتاج اللي هو العقد المبايع اللي هو العقد الابتدائي اللي يتم عند المقيم العقاري أو المكتب العقاري يتم فيه الاتفاق اللي هما للدلال الدلال يتم فيه الاتفاق على البنود البيع والسعر والإجراءات كلها زائد يحتاج طبعا البيع يحتاج إلى شهادة أوصاف شهادة أوصاف من البلدية وشهادة أوصاف يمكن في بعضهم ما يعرفون شنو معنات شهادة أوصاف أو شنو أهمية شهادة أوصاف شهادة أوصاف طبعا هذه تطلبها البلدية وتطلبها وزارة العدل وتثبت في الوثيقة شهادة أوصاف تاريخ صدورها وسنتها وفي قانون حاليا واتفاق وقرار ما بين وزارة العدل وبلدية الكويت في أن شهادة أوصاف الصادرة من البلدية لها تقريبا ستة شهر مدة ستة شهر تقدر تبيع وتشتري فيها خلال الفترة هذه لا تقدر في مرة واحدة تبيع وتشتري فيها وتنتهي بعد ستة شهر زاد أبو عمر إذا كان العقار استثماري أو تجاري فهو يحتاج شهادة أمن وسلامة من الإدار العام للأطفاء طبعا هذولا كلهم مهي يعني مو عبط مو عبط نعم سؤالي أبو محمد إذا تكرر قبل الله لماذا وزارة العدل تطلب شهادة أوصاف عشان نبين حق اللي تابعنا اليوم شنو أهمية شهادة أوصاف عشان البيت المخالف وغيرة وغيرة لكن مضطر أنا وإياك نروح فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نجاوبهم عن أهمية شهادة الأوصاف لأن بعض الناس يبني يخالف وغيرها ضروري تشرح لهم بمحمد خلوكم معانا فاصل سريع وردي لكم في مشاكل التسجيل العقاري وأهمية التسجيل العقاري والهبات وغيرها فاصل وردي لكم خلوكم معانا رجعنا لكم بعد الفاصل وحياكم والله وكل من يتابع برنامجنا حوار وإطار اليوم ضيفي وضيفكم الأستاذ جاسم الفودري وهو قني عن التعريف محامي مشهور متخصص له بصمات موجودة بالسوشال ميديا وأيضا كان مدير إدارة التسجيل بوزارة العدل خبرة وهامة قانونية كبيرة حياك الأستاذ جاسم بمحمد لا أقاطعك قبل الفاصل سألتك سؤال و سأخليك يعني تسترسل و تنطلق بإفادة الناس اللي ينتظرونك و يبون المعلومات منك أنت كونك أنت ترأست هذه الإدارة لسنوات طويلة و ما شاء الله أنت خذيت الهرم من تحت من كنت موظف ما شاء الله و أنت مثابر و ملتزم و كل ربع يشهدونك بالانضباط و الالتزام وأنا واحد منهم و شاهدتي فيك مجروحة أستاذ جاسم أبيك تكلمني عن أهمية شهادة الأوصاف ليش أنا لما أبيع تطلبون مني كوزارة عدل يا بايع أو يا شاري ما في بيع التم و تسجيل عندكم بوزارة العدل و تستخرجون وثيقة إلا وجود شهادة الأوصاف شنو أهميتها؟ نعم طبعاً عشان نوضح الموضوع كامل أبو عمر أنا كنت رئيس لجنة انفاذ العقود وتسجيل الملكية في دولة الكويت اللي هي تختص في تحسين بيئة العمال اللي هي رؤية صاحب السموة الله يرحمها 2035 و اللي هي تطوير النظم داخل إدارة تسجيل العقار و كما يتعلق في العقارات كلها في الكويت من ضمنها كانت اللي هو موضوع شهادات الأوصاف وسبب إصدار شهادات الأوصاف طبعاً شهادات شهادات الأوصاف بعمر هي تختص في العقار و نوع العقار و أساسات العقار و هل العقار هذا يعني ممكن أنك انت تسكنه و انت مرتاح أو أنه في خطورة في بعض اللي هو العواميد أو في بعض اللي هو الأساسات اللي موجودة في البيت الزيادة اللي رح تطلع عن البيت المساحات اللي بره عشان لا تصير فيه مشاكل ما بينك و بين جيرانك لأنه ممكن أنك انت تأخذ مساحات أكثر من المساحة اللي المفروض لك هذا رقم واحد رقم اثنين اللي هو الشهادة فيما يخص الأمن والسلامة فيما يخص الإدارة العامة للإطفاء هذا العقار اللي هو الاستثماري أو التجاري اللي نحن نتكلم و نقول أنه ويا عمارة أو مجمع طبعاً هذا لا شروط يمكن أكثر من الشروط الثاني لأن هذا معرض مثل بعيد الشرع للكل إن شاء الله لو صار في أي خريق لازم تكون في اللي هي مواصفات الأمن والسلامة موجودة في المكان هذا حفظة ترى كل الموضوع هذا وحتى بالبيوت مفروض بعد وسائل الأمن والسلامة هذا ترى على فكرة فعلاً لازم تكون موجودة لأنه يمكن في ناس وائد ما تفكر بس بعيد الشرع عليهم إن شاء الله لو حدث شيء لو حدث شيء لأن أنت تكون عندك كل المقومات اللي أنت والوسائل اللي أنت ممكن يعني تستخدمها علشان الله يبعد عنك هذا الشرع هذا وهذه رسالة بعد عبر برنامج نبو محمد حق المسؤولين والقائمين على البلدية لأخذ المهندس الدبوس وربعة يليت حتى بالمستقبل يكون من ضمن خطط البلدية أنه ليس فقط شهادة أوصاف أيضاً يشبكون موضوع الأمن والسلامة يعني حريق بسيط لو لم يكن هناك طفاية طبعاً نحن عندنا كثير مثقفين يضع طفايات وضع وسائل للأمن والسلامة داخل البيت لو شيء بسيط قبل لا يكبر تتلاحق أنك تطفي لكن هناك ناس مهملين هناك ناس يولعون دفايات في البيت هناك ناس يضعون فحم وغيرها من الأمور أتمنى البلدية ترتفت لها ولما يصير المشكلة ستتلقاهم أنهم لا يعرفون تصرفون لأنهم لا لديهم المقاومات التي يمكن أن يطفون فيها الحريج أو أي مشكلة فمثل ما قلت لك شهادة الأمن والسلامة وشهادة الأصفة البلدية هي أمان لصاحب العقار صاحب العقار الذي سيشتري أنا يا يابعي أشتري عقار ومفروض العقار هذا في كل مقاومات السلامة سواء كان في البنيان أو في المواعد الثانية فهي ترى هي مو ضد الشاري هي مع الشاري أمية بالأمية أمية بالأمية حفظ الفلوسك حفظ الفلوس نعم فهذه بعمر وحدة من الشروط التي سنتكلم فيها في موضوع اللي هو البيع والشراء سنتكلم إن شاء الله في موضوع الهبة والهبة هذا ترى موضوع شوي كبير وفيه لدهاليز كثيرة إن شاء الله سنوضحها بشكل أكبر إن شاء الله بالفترة في الحلقة القادمة بمحمد بالنسبة حق البيع والشراء بعد ما نخلص من شهادة الوصاف اليوم أنا بعت بيتي مثلا خلنا نفترض أنت الشاري وقعنا عند المكتب العقاري اللي يسمونا الدلال انتقلنا إلى وزارة العدل قالوا لحظة أعطنا شهادة الوصاف رحنا البلدية وجبنا شهادة الوصاف قدمناها إلى وزارة العدل نبي تسرد لنا سرد شنو الإجراءات اللي تقومون فيها في وزارة العدل و يعني من بداية البيع إلى نهاية التوثيق ولكن في الحلقة القادمة لأن الوقت الجميل معاك ما شاء الله يمر يعني كالبرق شوفونا باشر بإذن الله و سمعوا أستاذ جاسم رح يعطيكم حقوقكم و واجباتكم و حفظ حقوق عيالكم في توثيق البيت نشوفكم على خير بإذن الله استودعكم الله التي لا تضيعوا عنده الودائع مع السلام